بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الأول الأعداد هناخد النهاردة درس جديد هو عبارة عن ظنة وأخواته الدرس ده أنا أشرحه زي ما بنشرح على الصبورة بالضبط بالورقة والألم وهنفهم معاه ظنة وأخواته هي عبارة عن أفعال ناسخم تنصب مفاولين أصلهما المبتدأ والخبر تدخل على الجملة الإسمية فيصبح المبتدأ مفعولا به أول ويصبح الخبر مفعولا به سهلا تعالوا ناخد مثال كده مثال الامتحان سهل جملة إسمية مكونة من مبتدأ وهو الامتحان والخبر وهو سهل هندخل عليها ظنة أو إحدى أخواتها ونشوف التغيير اللي بيحصل في الجملة عند دخول ظنة أو إحدى أخواتها على الجملة الإسمية تصبح الجملة ظنة الطالب الامتحان سهلا تعالوا نعري بالجملة ظنة فعل ماضي ناسخ الطالب فعل مرفوع بالضم الامتحانة مفعول به أول منصوب بالفتحة سهلا مفعول به ثاني منصوب بالفتحة وعند حسف الفعل ظنة ترجع الجملة إلى أصلها مبتدأ وخبر معنى كده أن ظنة وأخواتها هتدخل على جملة إسمية الجملة الإسمية هتتكون من مبتدأ وخبر لو أنا حزفت ظنة وأخواتها هترجع الجملة إلى مبتدأ وخبر فانقسم ظنة وأخواتها من حيث دلالتها وكلمة دلالتها معناها ما تدل عليه إلى سلاسة أقسام وهي أفعال الركحان كلمة الركحان تعني الظن أو الشك أفعال اليقين وكلمة اليقين معناها التأقد أفعال التحويل وهو التحول من حال إلى حال أفعال الركحان هي عبارة عن أربعة أفعال وهي ظنة حسبة زعمة خالة أفعال اليقين علم وجد رأى بمعنى علم أفعال التحويل جعلة أو سيرة تعالوا ناخد أمثلة ونطبق عليها علشان نفهم أكتر علم الطالب الدرسة سهلا علم فعل ماض مبني على الفتح الطالب فعل مرفوع بالضم الدرسة مفعول به أول منصوب بالفتحة سهلا مفعول به ثان منصوب بالفتحة ناخد مثال ثاني رأيته الحق واضحاً رأيته عبارة عن فعل وفاعل رأى فعل ماضي مبني على السكون والتاء تاء الفاعل الحق مفعول به أول منصوب بالفتحة واضحاً مفعول به ثان منصوب بالفتحة لازم هخلي بالي من مجموعة ملاحظات لما نيجي نتعامل مع الأفعال المتعدية المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر اللي هما ظننا وأخواتهم لاحظ أن الفعل رأى بمعنى علمة وفي هذه الحالة ينصب مفعولين مثال رأيته الحق واضحاً قد يأتي الفعل رأى بمعنى أبصرة أبصرة بمعنى شاهدة وفي هذه الحالة ينصب مفعولاً به واحداً ويعرب الاسم المنصوب بعد المفعول به حالاً معنى كده أن الجملة هيبقى فيها مفعول واحد والكلمة التانية هتبقى حال مثال رأيته القمر مضيئاً رأيته هنا بمعنى أبصرة القمر مفعول به ومضيئاً تعرب حال منصوب بالفتحة ملاحظة تانية هنخلي بالنا منها أن قد يأتي الفعل حسبة بمعنى عدة وفي هذه الحالة برضو هينصب مفعولاً به واحداً مثال حسب الرجل النقوط حسب هنا بمعنى عدة فالنقوط هتعرب مفعول به منصوب بالفتحة ملاحظة تالتة قد يأتي الفعل وجده بمعنى عفرة على وفي هذه الحالة برضو هينصب مفعولاً به واحداً مثال وجدت تلميزه حقيبته كلمة حقيبته تعرب مفعول به منصوب بالفتحة هخلي بالي من معاني الأفعال دي علشان أعرف أفرق ما بين الفعل اللي بينصب لمفعولين والفعل اللي ينصب لمفعولاً بهم واحداً عندي حاجة اسمها تكملة للدرس اسمها الأفعال المتعدية لمفعوليني ليس أصلهما المبتدأ والخبر معنى كده أن الأفعال دي هتدخل على جملة اسمية مكونة من اسمين اتنين ولكن الاسمين مش أصلهم مبتدأ وخبر الأفعال دي هي منحة أعطى منعة سألة كسى ألبسة فعالوا ناخد مثال منح الله الإنسان عقلاً الإنسان لما هاجي أعرفها هلاقيها مفعول به أول عقلاً مفعول به ثاني لو أنا حزفت منحة اللي هو الفعل والفعل هتبقى الجملة الإنسان عقلاً هذه جملة مش هتديني جملة مفيدة الإنسان عقلاً مش مكونة من مبتدأ وخبر عشان كده احنا بنسمي الأفعال دي أفعال متعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر هلاحظ برضو حاجة مهمة قوي إن الفعل سألمت ينصب مفعولين عندما يكون بمعنى طلبة وللتمييز بين الفعل الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر والذي لا ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر هنعمل إيه؟ هنحزف الفعل والفعل فإذا كان باقي الجملة له معنى فالفعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أما إذا كان باقي الجملة ليس له معنى فالفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدى والخبر كده أنا خلصت شرح الدرس ههدي مجموعة من التدريبات علشان نفهمه أكتر التدريبات دي هنحلها وهتبعته هالي علشان اللي عايز يسأل في حاجة أو في حاجة معرفش إنه هو يحل تدريب بيقولي هنا سؤال استخرج الأفعال المتعدية لمفعولين وعين المفعولين في ميال معنى كده إن أنا هطلع الفعل المتعدي لمفعولين مفروض إن أنا حفظتهم وبعدين هطلع المفعولين التانيين اللي موجودين في الجملة المثال الأولين نمر واحد رأيته الحق منتصرا المثال الثاني وجدته الشارعة مزدحما في الصباح المثال الثالث جعلت أمي الضقيقة كعكم الرابع خالة الصائق والطريقة ممهدا ده نوع من الأسئلة ممكن يجيلي في الامتحام في نوع تاني ممكن يجيلي يطلب مني إن أنا أحذف ظنة أو إحدى أخواتها مع الفاعل مدام في ظنة لابد أن يكون هناك فاعل في الجملة واضبط رقني الجملة معنى كده اضبط رقني الجملة يعني اللي هيتبقى إذا كان عندي مبتدأ وخبر فأنا برفعهم لاتنين وهرفع بالضمة لو هو مفرد بالألف لو هو مسنة بالواو لو هو جامع مذكر سائم مثال الأولين نمر واحد وجدته الصفرة مفيدا المثال الثاني جعل العازف ألحنا جميلا المثال الثالث ظننت النجمة قريبا